مساء الخير نبدأ نشرتنا بخبر يأكد أن أعداد السياح الكوتيين اللي يختارون مصر بازدياد والسياحة الكويتية بهالبلد تعافت واقتربت من معدلاتها المعروفة قبل سنة 2011 اللي كانت تقدر وقتها ب150 ألف سائح سنويا وهذا كله بسبب حالة الاستقرار اللي تعيشها مصر وفي خبرنا الثاني وزارة الصحة أعلنت توفير 47 ألف جرعة تطعيم للحجاج في المراكز الوقائية والانتهاء من طباعة 20 ألف بطاقة صحية للحجاج و20 ألف جرعة من تطعيم السحايا الرباعي و15 ألف جرعة من تطعيم الأنف الونزة الموسمية وفي نشرتنا النائب أحمد الفضل أعلن تقديم اقتراح لتخصيص حارات على الأرصفة بالطرق الرئيسية حق اللي يستخدمون الدراجات الهوائية لتأمين سلامتهم من الحوادث دانا كثير مننا يدري أن مدرسين الفيزيو الكوتيين ينعدون على أصابع الإيد الوحدة لكن كلية التربية بجامعة الكويت بدت بحل أزمة هالتخصص النادر بعدما أجرت تعديلات بخطة القبول عشان تكون متناسبة مع احتياجات المدارس من باب تطبيق سياسة الإحلال والكلية خذت بعين الاعتبار ووضع خطة لحل أزمة ندرة الكويتيين بتخصص الفيزيو والبيانات اللي ديدت بشر أن في 90 طالب كويتي من المتوقع تخرجهم بهذا التخصص الهيئة العامة للقوى العاملة تفقت مع القطاع المصرفي على زيادة التكويت في القطاع الخاص والقطاع المصرفي هو أكثر قطاع يوظف الخريجين والأعلى في فرض نسبة العمالة الوطنية اللي تشكل 70% من إجمال قوة العمل فيه ومن أخبارنا بالنشرة وزير الكهرباء الدكتور خالد الفاضل ضمن أن الانتاج الكهربائي آمن وشبكاتنا قادرة على توفير كل احتياجات البلد وما في أي قطع مبرمج هذا الصيف لرفع تعرفة الكهرباء على السكن الخاص وصلنا لهاية نشرتنا نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة مع السلامة